أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايب لكم أنا النهاردة دعاء تخيلوا كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قيم هذا الدعاء بالذهب إبا الدعاء ده عمل إزاي وقيمت عمل إزاي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيمه بالذهب الدعاء ده باختصار علشان ما طولش عليكم كما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا وأعرابيا شخص عادي شخص بسيط جدا مش حصل على لسانس وماجستير ودكتوراه ومراتب علمية كثيرة أبدا ولا حتى من فحول الشعراء ولا من كبار الأدباء بل إنه شخص بسيط أبسط مما تحمل كلمة البساطة من بساطة شخص بسيط جدا وعادي جدا زيه زي أي حد من البديه أنه عربيا كان يصلي فقال الدعاء ده هكتبولك على الشاشة وعايزك تكتب وتحفظ وراي علشان الدعاء ده مهم جدا الأعراب دال مكان بصلي قال اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأقطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره وفي رواية ولا بحر إلا يعلم ما في قعره ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ثم أكمل قال اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه تخيالوا أنت الدعاء العظيم ده لما الرجل الأعراب ده ببسطته يقول هذا الدعاء فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الدعاء من الرجل الأعراب البسيط وهو يصلي أوكل رجلا بأن يأتي بذلك الأعرابي بعد أن يفرغ من صلاته يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة إن أول ما الأعراب دي خل الصلاة تجيبوا تجيل على طول فأول ما قدم الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ذهب كان فيه ذهب جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهدية أو الهبة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الذهب الذي أهدي له للأعراب ثم سأله من أين أنت؟ قال أنا من بني عامر بن صعصاع فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله أتدري لما وهبتك هذا الذهب أو لما أعطيتك هذا الذهب؟ قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله عشان في صلة قرابة أو في رحم بيننا فأنت أشفقت علي وأعطيتني هذا الذهب فقال صلى الله عليه وسلم إن للرحم حق يعني أنت صدقت فعلا للرحم حق إن أنا أعطيك من أجل الرحم الذي بيني وبينك أعطيك الذهب أو أعينك على أمورك ولكن قد أعطيتك هذا الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل تخيل العبد الأعراب ده البسيط جدا ده أثنى على الله عز وجل بما هو أهله أثنى على الله عز وجل بثناء جميل لذلك قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنائه هذا بالذهب وأعطاه هدية له لحسن ثنائه على الله عز وجل فالمطلوب مننا إن إحنا نطبئ السنة دي سنة طبعا لإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعرابي على هذا السناء الحسن الجميل لإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تعريف السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وإن سيدنا النبس صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعربي على ما قال أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية في اليقظة أو في المنام قبل البعثة أو بعدها دا تعرف السنة عند العلماء فالحديث دا يعد من السنة لأن سيدنا النبس صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعربي على هذا الدعاء وهذا الثناء الجميل العظيم لله عز وجل فإحنا المطلوب مننا أن نثني على الله عز وجل بما هو أهله وللأمانة إن الحديث ده فيه ضعف ضعفه العلماء لكن هناك من العلماء من حسنه وغير ذلك فهذا الحديث لا يخالف لا أصل ولا فرع من فروع الشريعة يعني يعمل به في فضيل الأعمال فأحنا ما قدمناه غير إننا نحفظ هذا الحديث ونردده أو نقول بما يشابهه من ثناء حسن لله عز وجل وكمان علينا إننا نشير الفيديو ده ونعرفه للناس ونوصله لهم علشان يكون لهم نصيب من هذا العمل العظيم ومن هذا الثواب الكبير والأجر الوفير إن شاء الله فتفعلوا مع الفيديو ده بإنكم تعملوا عجاب وتكتبوا تعليقات وتصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تشاركوا الفيديو ده مع أصدقائكم ومع كل الناس اللي تعرفوهم وأشوفكم على خير إن شاء الله فيديو جديد لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله شكرا